تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة رفاع البحرين وعرب سمو رئيس الحرس الوطني في البرقية باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني عن أسماء آيات التهاني والتبريكات بهذه الذكرى الوطنية لتأسيس قوة رفاع البحرين الباسلة منوها بالدعم لا محدود الذي يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء لقوة رفاع البحرين والذي ساهم بشكل كبير في تقدم هذا الصرح العسكري وتطوير إمكانياته وقدراته العسكرية والدفاعية ولتبقى هذه القوة الحصينة بإذن الله حامية للوطن ومكتسباته الحضارية والتنموية في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني ضمنها سموه أخلص التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة مشيدا بجهود سمو رئيس الحرس الوطني وكافة منتسبي الحرس الوطني على جهودهم المخلصة في تطوير ورفع مستوى جاهزية الحرس الوطني دعيا سموه الله أن يعيد على البحرين هذه المناسبة العزيزة وهي تنعم بمزيد من التطور والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه شكرا للمشاهدة